كمان كرة القدم ما كانتش بس هي الحاجة اللي فرحتنا خلال السنة في لعبات تستحق ان احنا نعف عندها وفي ابطال يستحق ان احنا نديهم حقهم وصور تتوجات النادي الاهلي في ألعاب الصلاة عندنا الاهلي في 2021 ده خلال السنة الميلادية كرة الطائرة حقاية دور الرجال دور السيدات والكأس سيدات كرة اليد ده حقاية كاس مصر رجال دور سيدات كاس سيدات منطقة القاهرة سيدات البسكتبول الرجال حقق دور المرتبط بطولة عربية منطقة القاهرة والبسكتبول سيدات حقق دور المرتبط كاس مصر كاس السوبر واعتقد يا أسامة نتائج بننتظر كمان اكتر من فرق الصلاة في النادي الاهلي وبننتظر ان هي الجمهور مهتم جدا بألعاب الصلاة ومهتم ان هي تكون على مدى كفاءة كرة القدم بالتأكيد يا فارس وانا هنا عايز اقف برضو عن دلاطة مهمة جدا وتحديدا في كرة اليد رجال انت خسرت الدوري امام الزمالك في مباراة كانت قبل مباراة الفاصلة سانيتين فقط لغير كانت بتحول بينك وبين تحقيق لقب الدوري وبعد ما خسرنا الدوري في المباراة الفاصلة اجتمع لعيبي كرة اليد مع الكابتن محمود الخطيب في غرفة الملابس وتعهده على تحقيق بطولة كاس مصر وهو ما قد كان الامر بالنسبة لكرة الطائرة وبالنسبة لكرة الطائرة هي الالعاب الصلاة او اللعبة اللي في الالعاب الصلاة اللي دائما روح الفنال الحمراء الطغية بشكل كبير جدا وبالتوازي مع الكرة طبعا كل التحية والتأدير للمسترز لكن ايضا كرة الطائرة سيدات بقيادة طبعا الكابتن واسطورة النادي الالي في كرة طائرة حمد الصافي في 2021 بيحقق 77 فوز على التوالي عشان يكون رقم قياسي على مستوى العالم فبالتأكيد ده شيء كان يجب يسكر فيه العاب الصلاة في 2021 ولكن ما ينفعش نعد عام من اعوام اي عام في تاريخ النادي الالي إلا ما يكون دائما في مواقف ادبية مواقف شاهدة مواقف بترسخ النادي الاهلي نادي المبادئ في فبراير 2021 النادي الاهلي وقع حصلت في غرف الملابس لم يكن الاعلام يعلم عنها اي شيء ولكن صدور قرار من النادي الاهلي بيقاف كهرباء لمدة شهر وغرامة 200 الف جنيه والاعتذار للجهاز الفني واللعابين في مارس الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي بعاقب هانا جودة ومريم الهضيبي بسبب بعض المناوشات حصلت على وسائل التواصل الاجتماعي الاتنين تحديدا في سبتمبر كان هم طرفي نهاء دور أبطال أفريقيا وتنفسه وفازت مريم الهضيبي ببطولة أفريقيا لتنس الطولة دي جزء من مبادئ النادي الاهلي ويمكن كمان كان في إبريل ايقاف للكابتن عمر أنور لمدرب الشباب لمصادر منه في مرات الاهلي وإنبي وتم تحويله للتحقيق وحتى من ناحية التأدبية كان فيه غرامة 300 ألف جنيه بعد اخسارة السوبر فهتلاقي في كل عام دايما بيمر على النادي الاهلي في مواقف بتؤكد أن النادي الاهلي هو نادي المبادئ في مصر أكيد طبعا يا أسامة لقطات مهمة كان جزء ده بيتفرد بين النادي الاهلي يمكن أن أسامة وقف عند جانب البطولات هيظل النادي الاهلي متصدر فيها مهما كانوا اختلفت الظروف محدش يقدر ينزعوا فيها ولكن فيه جزء كمان بيتفرد بين النادي الاهلي زي ما أسامة استعرض معاكم أكيد ده اللي بيميز هوية النادي الاهلي وبيفرق عن أي حد وهي تراث مبادئ النادي الاهلي ترجمة نانسي قنقر